صفة الاستهجال لاقتراحات القوانين كانت السبب بعدم إكرار معظمها فسقطت في التصويت وأحيلت إلى الليجان بعضها سقط من دون السخب كتثبيت أساتذة التعليم المهني المتعاقدين وإنشاء المؤسسة الوطنية لإدارة البطاقة الشبابية وغيرها تمديد مهل المراجعات القضائية لضباط وعسكريت 13-1990 المقدم من النائب ميشيل عون أشعل الجلسة العامة عندما تحدث النائب سامي لجميل عن احتلال سوري كان قائما فرد عليه النائب عاصم قانسو بأن حزب الكتائب كان مشاركا في الحكم ما استدعى ردا على الرد من لجميل بالقول إن الحزب كان مشاركا من باريس تدخل الرئيس نبيه بر بطلب شطب كلمة احتلال من المحضر إذ إن جزءا كان يعتبره احتلالا وآخر وجودا متحدثا عن قوات ردع عربية حينها انتهى الإشكال وكانت مطالبات لاسيما من النائبين أحمد فتفت ومحمد الحجار بضرورة أن يشمل القرار ضباطا وعسكريين آخرين فكان أن حسم الرئيس فؤاد السانيور الجدل بالتأكيد أن أمن الوطن مهم لجهة المسامحة والمصارحة والمصالحة وضرورة شمل كل الحالات المشابهة بالاقتراح فأحيل إلى الليجان اقتراح النائب سامي لجمي الأعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للمدنيين الذين استشهدوا في الاغتيالات من 221989 أحيل أيضا إلى الليجان بعد أن سأل الرئيس السانيورة عن حق المدنيين الذين سقطوا في الحرب الأهلية مثلا وأمكانية تحويل الشعب اللبناني من خلال هذا الاقتراح إلى متلق للرواتب والأجور وأما موضوع الجلسة بامتياز فكان إلغاء لوحات سيارات النواب الزرقاء فلمدة ساعة تقريبا حاول النائب محمد قباني شرح أهمية الاقتراح إضافة إلى تغيير لوحات سيارات اللبنانيين إلى إلكترونية ذكية بدأ كل النواب زاهدين باللوحات الزرقاء فبالنسبة إلى النائب سيمو أبي رميا فقد آن الأوان لكي يكون النائب مواطنا كغيره وهو ما لم يعجب النائب انقول فاتوش الذي قال حلو التواضع بس مش هل أد النائب سيج تور ساركيسيان حسم الأمر نواب 14 آذار لا يستخدمون اللوحات الزرقاء بل نواب الثامن من آذار غامزا من قناة التهديدات الأمنية لفريقه هنا تدخل الرئيس بري وسأله أنا 8 أو 14 لا بحطة ولا بسترجي حطة وهنا فاجأ الرئيس بري الجميع عندما تحدث عن لوحات زرقاء توضع على شاحنات وحتى بيك أبات على كل حال انتهى الجدل بالتصويت لمصلحة الاقتراح إلا أن تدارك الرئيس تمام سلام تعقدات تغيير لوحات سيارات اللبنانيين إلى لوحات إلكترونية ذكية أدى إلى تحويل الاقتراح إلى اللجان المختصة لدرسه من خارج سياق الجلسة توجه النائب علي عمار إلى الرئيس تمام سلام داعيا إلى تعيين محافظي بعلمك الهرمل وعكار فرد سلام بأخذ الأمر بجدية معربا عن سعادته بالتفاعل الفوري مع التعيينات الأخيرة النائب معين المرعب أثنى على طلب عمار ملوحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة سريعا فاعترض الرئيس بري على الطريقة آخر البنود على جدول الأعمال كان الاقتراح المقدم من النائبين غسان خيبر ومحمد الصفدي حول قانون النسبية في التمثيل النيابي فسقطت عنه صفة الاستعجال ولم يناقش إلا أن الرئيس بري أكد أن قانون الانتخاب مهم والنسبية أهم وسيكون الموضوع موضع عناية لكن الأولوية للسلسلة لأن سلسلة الرتبي والرواتب موضوع الساعة فعلى أساسها حدد الأربعاء المقبل موعد الجلسة التشريعية وذلك الساحن في المجال لدرسها لوقت أطول هذا فضلا عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة مهى ظاهر تلفزيون مستقبل